كنت في العمل أو حتى في العاطفة كنت على أرض مش ثابتة كنت خايف كنت شاعر بعدم الأمان ولكن رح يصير خلينا نقول على صعيد العمل إذا كان هذا الموضوع على صعيد العمل ففي شخص ممكن تكون طاقته هوائية رح يساعدك في العمل لتتجاوز مشاكل معينة أو لتتجاوز أشخاص معينين وكمان حتى في العاطفة عم بشوف شوية خيانة من الأصدقاء ولكنك مرتاح يعني اللي هو أكين جرحت منهم أو من الشريك ولكنك شايفك كتير عقلاني بطلت كتير تفكر بقلبك وبالحكي الفاضي وكذا واشتقتله ومااشتقتله وهو مش تاري عني لا عم بشوفك تاخد قرارات خلاص انتهت عندك مرحلة الجروح أو الصدمات صرت ضد الصدمات يا برش الجوزاء صار عندك كل شي عادي يعني حتى لو تنصدم يعني ناس تاني ينصدم من الموقف أنت بالنسبة إلك بطلت تنصدم من كتر الموضوع شايفيتك كتير دبلوماسي هذا الشهر شايفيتك عم بتحقق كل أحلامك يعني عم بتوصلك تطمينات بتوصلك بشائر خير وخاصة إذا الموضوع كان عن سفر عم بيكون في عندك سفر أو تجهيز أوراء لسفر في شخص عم بيساعدكم في هذا الموضوع هذا الشخص عم بيكون فعلا قادر يساعدكم فعلا صادق ورح يساعدكم في هذا الموضوع سفر أو عمل عم بشوفك بالعمل دبلوماسي كتير عم تتحمل ناس كتير بلا طعمي ناس يعني لا يحتملوا عم بتحاول إنك تمتصهم أو تحتويهم بس عشان تحقق مصلحتك النهائية أو غايتك وعم بتحققها على نهاية الشهر عم بشوفك أنت والشريك إذا كنتوا في بناتكم شوية بلبلة لإني عم بشوف شوية بلبلة هون بينك وبينه إذا كان فيه انفصال أو تباعد عم بشوف شي بيحرك الأمور على فكرة فيه الطرف الثالث قوي جدا جدا ولكن انتصارك رح يكون عليه على مراحل مش مرة واحدة تبلش تنتصر على هذا الشخص والتطمينات اللي قلنا عنها كمان مش بس على سفر ممكن تكون على الصعيد العاطفي عم بشوف الحبيب كتير بيراقبك أنت كتير بتراقبه في بداية خلينا نقول غير متوقعة بيناتكم من بعد ما خلص صار إنه رجوعكم مستحيل لا عم بشوفكم الحب اللي عندكم إياه عم بيرجعكم لبعض وفيه طاقات سلبية عم بتحاول تباعد بناتكم طاقات سلبية ممكن تكون عندك أو عنده فرح تنتصروا على هذا الموضوع هذا أكتر إشي كان بالنسبة لبرج الجوزاء شايفة فيه حب جديد للناس اللي ناطرين حب للناس اللي ما عندهم خليني أشرح شغلة بس بالنسبة للناس اللي بقولوا أنا دايماً بضمر على شخص جديد بطلع لي الشخص القديم ليش هذا الموضوع بيصير لأنك لسه ما طلعت من طاقتك لسه عم تفكر فيه لسه عم تستنى فالكون ما عم يفهم عليك أنت شو بدك عقلك الباطن ما عم يفهم عليك أنت شو بدك أنت ساعد تتذكر للقديم وساعد تحكي أنا بدي واحد جديد مدام الاكس تبعك لسه موجود في طاقتك ما فيه شي جديد فأنا شايف برج الجوزاء لسه في عندهم تعلق لسه عم بيحاولوا أنه يتخلصوا فيه مجموعة منهم يتخلصوا من طاقة شخص قديم فهذا الشهر مؤجل أنه يتعرفوا على شخص جديد للناس اللي حابين أنه يتعرفوا على شخص جديد مع أنه شايف فيه معجب ممكن يكون برجه ناري أو هوائي طبعا قمري شمسي طالع مو شرط الشمسي فعم بشوف هذا الشخص عم بسأل عنك أشخاص أو عم بيحاول يدرسك من بعيد بيحاول يعرف مثلا مين أهلك كذا من وين أنت ولكن هذا الشخص خلينا نقول من بيئة تانية من مش لغة من طائفة تانية المهم فيه اختلاف بينك وبينه ممكن كمان يكون فيه بالسن علشان هيك هو متخوف منك من الرفض عشان هيك ما عم يقرب هذا الشخص طب خلينا نشوف للي عندهم شريك أو منفصلين عن شريك خلينا نشوف العقل الباطن تتبعه أكثر شي فيه براسه أو شو عم بيصادف نفس موضوعك زي ما أنت متعلق فيه هو متعلق فيك هو عنده كمان إدمان عليك هذا الشخص فيه عنده إدمان عليك عم بيفكر فيك بطريقة شوي سكتوال هاي الفترة شوي عم يشتقلك من هديك الناحية أكتر إشي أنا آسف بس يعني هيك طلعي الكرت بس حلو أنه عم يشتقلك يعني وعم يتخيلك وعم يحلم فيك بالليل شايفيته في طاقة تشتيت ما في عنده اللي هو خلينا نقول الأمور واضحة الأمور كذا عم بيفكر فيك بطريقة شوي خاطئة وصلت له أمور أو أنه شاكك أنه أنت مع حدا تاني أو 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 يعني في أمور وصلت له أو عم يستنتجها بشكل غلط فأنت حاولت تصلح هاي الصورة بطريقة غير مباشرة فهو عم يفكر بهاي الفترة بهذا الشكل بيقولك خلي الرحمة والتسامح إنها تكون من أولوياتك هذا الشهر أو هذا الفترة في هذا السيتيويشن اللي أنت فيه بيقولك أد ما غلط الطرف الثاني أو كذا أعطي فرصة أخرى كن رحيم مع هذا الشخص ما بتعرف إيش ظروفه كانت أو ممكن مش عاطفيا ممكن بالعمال ممكن الأصدقاء فبيقولك أعطي فرصة تانية يا برج الجوزاء وإنت من الناس اللي ما شاء الله بتعطي فرصة كتير يعني إنسان هيك حنون كتير برج الجوزاء بيقولك روح بيوند روح ورا التحديات اللي هلأ الحالية روح وراها وركز بالأشياء اللي بترغب فيها يعني إذا بدي أفسره إنه ما تهمك التحديات الحالية اللي عم بتمر فيها خليك فوكس يعني خليك مركز بس على الأشياء اللي بترغب فيها زي ما قلنا قبل شوي يعني ما تخلي إنه الناس تخليك تروح هيك وهيك عن أهدافك لا خليك ورا هدفك في هذا الموضوع في آآ في أي موضوع كان في حياتك يا برج الجوزاء إنت حاليا وكأنه في موضوع معين بدوامة معينة آآ فتت فيها ومش عارف تطلع منها فبيقول لك أقصر طريق إلك إنك ترجع أنا ما بعرف شو تبعك ممكن يكون عاطفي ممكن مشروع إنت بلشت فيه وحسيت حالك إنه بمتاهة أو ما في حلول لهذا الموضوع فبيقول لك أقصر طريق إنك الرجع خط الرجع لأنك خط الرجع إنت عارفه بس اللي قدام ما بتعرفه وأكد إنه عم يعني بيحذرك من موضوع اللي هو التشتت والممكن إنه ناس يعيشك بأوهام فبيقول لك أسهل إشي إنك ترجع لورا ترجع مكان ما بلشت إذا كنت شاعر بالتشويش هون بقول لك stop thinking and start breathing بقول لك بكفي تفكير بكفي تعب بكفي إنك تتعب حالك حب حالك أكتر تنفس التنفس الصحيح اللي بنعرفه زي meditation زي شي فحاول إنك تعمل هاي الأمور روح على الطبيعة ارجع للطبيعة حاول إنك تترفح عن حالك شوي بكفي تفكير يا برج الجوزاء التفكير ما رح يجيب لك شي بالعكس هون طلع مقلوب بيقول لك get some rest خد لك راحة أو كذا بما إنه طلع مقلوب عم بيقول لك لأ بالعكس اشتغل استغل هاي الفترة أنا شايفي لوراق هاي الفترة الحظ معك فإنه حاول إنك تشتغل على قد ما فيك طلع لنا كمان قبل شوي إنه تعمل meditation وكذا بس ما دخل موضوع meditation وهاي الأمور في إنك تاخد rest أو راحة أو vacation مش الوقت المناسب لل vacation هلا خلينا نشوف طيب كروت التحذيرات بيقول لك يا برج الجوزاء إنه في ظلم معين مش ظلم اللي هو المعنى الكبير لأ ممكن تكون حكمت على شخص حكم غلط مش إنك ظلمت الظلم كبير آآ فبيقول لك حاول إنك آآ اتصحح هذا الموضوع هذا الموضوع راح يرجع عليك بكارما راح يرجع عليك بسوء لو وإنت ما صح حدو فإنت إذا غلطت في حدا معين إذا كان في آآ شخص معين حكمت عليه حكم غلط أو كذا ارجع بتفكيرك وارجع بآآ برأيك شوي لورا حاول تدرسه أكتر لحتى يعني تعطي أكتر آآ تعطيه أكتر آآ حقه آآ كمان أكتر إشي عم بشوف إنه تحذير من الناحية المادية كمان بالنسبة لبرج الجوزاء من الناحية المادية إنه بقول لك امسك إيدك شوي هذا الشهر لأنه آآ خلينا نقول آآ راح يكون آآ الشهر اللي آآ تعمل فيه بدخ وفيه فيه مال وفيه كذا آآ لكن إنت حاول يتوفر لأنه الشهر اللي بعده راح يكون شوي صعب ماديا فهذا بشكل عام آآ بيقول لك خليل عندك الإيمان والآآ والسكينة والطمأنينة صح الأمور اللي حواليك آآ بما معناه صح الأمور اللي حواليك لا تدعو للأمان للشعور بالأمان ولكن أنت في عناية إلهية أنت من الملائكة فلا يعني لا كتير أنك آآ تخاف من آآ الأمور المادية لأنه آآ روحانياتك حلوة وهذا الإشي راح يخدمك آآ بالفترة الجاي خليها نشوف آآ نفس الكرت اللي طلع معنا قبل شوي بيقولنا آآ اول ما تطلق السلبية اللي في حياتك أو الأفكار السلبية راح تاخد الجواب على صلواتك أو على آآ آآ الأدعية اللي عم تدعيها إذا كنت مستغرب إنه الأدعية لك ما عد تستجاب لإلك آآ فالسبب إنه في تجواتك طاقات سلبية أو تفكير سلبي أو تراكمات سلبية عم بتصد هذا آآ الموضوع فكون حريص من هذا من هاي الشي بيقولك في يعني كتير 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 حلو هذا الكرت بيقولك فيه كنز يعني مخبة آآ في في أحداث غريبة عجيبة راح آآ تحصل على هذا الكنز آآ الكنز ممكن يكون معنويا وممكن يكون آآ مادي يعني يعني وجوهرات الولو كزا آآ لا أنا بشوفه أكتر آآ ممكن يكون هدية من شخص آآ عزيز وهاي الهدية ممكن تكون ذهب أو آآ آآ شيء له علاقة يعني شيء ثمين شيء شيء ثمين ما بعرف آآ ازا كنتي بنت ممكن يكون مجوهرات وازا كنت آآ شاب ممكن يكون سيارة فاني يا لكم يا لكم اللي بيوصلكم هدايا كل الناس بتحب الهدايا هون بيقولك آآ اكتر اشي بحس هذا آآ الكرت انو مش بالنسبة لك بس آآ انو انت الهيلر انت اللي بهذا الشهر رح آآ تتبنى آآ دور اللي اللي بتشفي اللي بتساعد الناس في ناس رح يستشيروك في مواضيع في ناس بحاجتك شايفة اكتر اشي في من العائلة شخص عم بيواجه شوي مشكلة صحية فآآ آآ عم بيحكي لك انو ساعده هذا دورك هلأ بيكتر اشي دورك انك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة